أهلاً وسهلاً بيكم الحلقة دي فيها إجابة على سؤال متكرر أو عدة أسئلة الحقيقة متعلقة بموضوع الخيانة الزوجية وصلني من العديد من المستمعات من مختلف البلاد العربية وحول العالم ومن خلال نقاشاتنا الأسبوعية أونلاين وعلى كلاب هاوس السؤال هو لماذا يخون الزوج النرجسي هو عنده الحلال اللي بيلجأ للحرام وهل فعلاً الزوجة هي المذنبة والمتسببة أنه هو ينظر خارج المنزل لأنها مش مالية عينه ومش مكفيها وهل فعلاً لازم الزوجة تشوف هي مقصرة في إيه وتصلحه زي ما بنشوف النصائح الغالية اللي هي المؤذية فعلاً لضحايا الخيانة من كل الناس اللي حواليها وخاصة أونلاين في المجموعات النسائية زي ما حذرنا في حلقة خطورة المجموعات النسائية وهل فعلاً ده العادي العادي أن كل الرجالة كده لا يكتفوا بمرأة واحدة حتى لو متزوجانها أمام الله وأمام المجتمع ولازم الزوجة تتجاهل وتستحمل وتصبر وتحتسب وتدعيله بالهداية وتبلع الإهانة عشان المظهر الاجتماعي أو عشان العيال هل ده كده أساس للعلاقة الزوجية في المجتمع العربي هل فعلاً الخيانة الزوجية مش سبب كافي للطلاق الحلقة النهاردة طويلة وتفصيلية وفيها تذكرة بحلقات سابقة مهمة جداً فرجاء نركزوا لآخر الحلقة ويريد تبعاتوا رابط الحلقة دي بالذات لأي حد بي جادل بدون علم في هذا الموضوع يلقي باللوم على الزوجة اللي هي ضحية الخيانة بدل ما يواجه حقيقة أن الخائن يتحمل مسؤولية خيانته اللي نفذها باختياره لأنه مش قاصر ولا مجنون ولا فقد الأهلية وإلا لم يكن ليسمح له بالزواج محدش بيجاوز واحد مجنون ولا فقد الأهلية وما فيش حد بيتحمل أخطاء حد تاني لا أمام المجتمع ولا أمام الله يعني لا قانوناً ولا دينياً وهنا أفكركم بحلقة كيف وقنعك النرجيسي أنه الضحية ولماذا يصدقه الناس ويلوموا صاحب الحق دي حلقة محورية مع حلقتنا النهاردة إحنا تكلمنا في حلقة سابقة عن مشكلة الخيانة عموماً من عدة جوانب تكلمنا عن رابطة الخيانة كيف تتحول الخيانة لرابطة تربط الضحية بالمؤذي وكيف يدربك النرجيسي على قبول خيانته المتكررة بل والدفاع عنه وتبرير فعله أمام نفسك وأمام الناس قلنا الكلام ده بالتفصيل في الحلقة وتكلمنا في حلقة تانية عن عقلية الضحية اللي بتخليها تتلخبط إزاي هو بيخونها وبيغير عليها في نفس الوقت وتتخيل إن ده علامة الحب وده موجود في حلقة برضو بنفس الاسم وتكلمنا عن إدمان الجنس وإدمان المواقع الإباحية في حلقتين منفصلين وإدمان تعدد العلاقات في حلقة كمان كل الحلقات دي هتلاقوها في قائمة النرجيسي والحب ومعاها كمان داخل القائمة دي حلقات تانية كتير مهمة متعلقة هتلاقوا رابط القائمة في كل الحلقة على الشاشة في آخر الحلقة وكمان هتلاقوا رابط مباشر ورابط لكل الحلقات المتعلقة في وصف هذا الفيديو جميع الفيديوهات على القناة في نفس الشيء أو تروحوا قسم القائم على القناة هتلاقوا كل مجموعة حلقات بموضوع معين متفهرصة بالموضوع داخل القائمة طيب عايزين نعرف إجابة السؤال ليه المتزوج بيخون وهل كل خائن نرجسي ولا كل نرجسي خائن ولا إيه الموضوع أي واحد بيخون نسميه نرجسي يعني الإجابة هي لأ النرجسي 90% أو أكتر من 90% هيكون خائن ومتعدد العلاقات خصوصا لو كان من النوع النرجسي الظاهر والحسي اللي تكلمنا عليه في حلقة كل ما يهمك أن تعرفه عن النرجسية تكلمنا فيها على أنواع النرجسية فضروري أي حد بيسمعنا جديد لأول مرة يكون سامع الحلقة دي عشان يبقى فاهم بنتكلم عن إيه علميا بشكل واضح وتفصيلي فبالتالي مش كل رجل خائن نرجسي بالضرورة ولكن الخيانة في حد ذاتها سلوك نرجسي قد يكون عند ناس كتير عندها مشاكل نفسية تانية غير النرجسية فلازم الأول نشوف كده بوضوح هو الخائن بيتزوج ليه أساسا ما يعود لوحده ويستمتع ويغيص براحته من غير ما يؤذي حده من غير ما يضطر أن هو يعود يتلاعب ويجري ويختفي واستخبى ويكذب والحاجات دي كلها الإجابة في حلقة لماذا يتزوج النرجسي في حلقة اسمها كده باختصار جزء من أدوات الخداع ووسيلة الاكتساب احترام المجتمع ونفي التهمة عن نفسه أنه شخص لا يؤتمن وأنه شخص خائن أنه يجيب واحدة منت ناس غالبانة محترمة متدينة شكلها يوحي بالاحترام الشديد يستخدمها كواجهة مراته مجرد دي كور جزء من عدة النصب مش عشان اتهدى فجأة لما تجوز زي ما المجتمع بيدحك عليكم ويقول لكم ويمارس ضدكم حيلة الشعلالة زي النرجسي بالضبط ما بيعمل في ضحية فقادي أول صفعة معلش عشان نفوق ونركز ونفهم نوضع بوضوح لآخر الحلقة ونواجه حقيقة وضعينا ونتحكش على نفسنا لا نساهم في خداع نفسنا زي ما شرحنا في حلقة ماضية ازاي الضحية بتساهم في خداع نفسها ويعني تشويه الصورة الحقيقية عشان تبرر لنفسها الاستمرار في تقبل الأزم هل المؤذي او الخائن بيعمل كده من كتر الفحولة والرابة والشهوة زي ما المجتمع النرجسي اللي حاول قناعنا جايز فعلا يكون فيه أقلية عندهم شهوة زي ده عن الحد ومقدرة أسطورية على إشباع العديد من النساء في نفس الوقت ولكن انتشار ظاهرة الخيانة وعدم الوفاء داخل الزواج مع انتشار أمراض نفسية وعضوية كتير تنفي وجود شعوب أكملها من السوبرمان الأسطوري اللي هو مش ملاحق على نفسه وما يقدرش يكتفي بزوجة واحدة ده عايز عشرين وتلاتين ما فيش حاجة كده إلا قد يكون هناك فيه أقلية إذن ده لازم يخلينا ننتبه إن فيه أسباب تانية كتير لزن الرجل المتزوج وغالبا التبرير بفرط الشهوة أو عدم اكتفاقه بزوجة هيكون مجرد وسيلة من وسائل التباهي اللي عند النرجسيين وهيكون مجرد شماعة يعلق عليها خطأه المتعمد وحتى لو مراته مش مكفيه فعلا فما فيش مبرر للخيانة أو الزنا تحت أي زعم ما فيش في الدين حاجة اسمها رخصة الزنا للمتزوج فلذلك هنتكلم عن الاحتمالين في هذه الحلقة لو كان فعلا مدمن تعدد علاقات بسبب الشهوانية الزائدة اللي هي مشكلة نفسية أو لو كان عنده أسباب أخرى وهي إيه الأسباب الأخرى وليه أول نقطة هل فعلا الرجل معذور لو بص بره لأن اللوم على زوجته لأنها أكيد مقصرة ومش مكفيه ومش مالية عينه أو مش من مستواء أو مهملة في شكلها وما لابسها وما بتعرفش تتشيك وتتجمل وتغريه زي الستات هل لازم تعمل عمليات تجميل زي الممثلات والرقصات بملايين وتتعلم تغريه وتغويه عشان يتكرم ويفضل نظيف مايرتكبش الفواحش ولو ماعملتش كده تبقى هيا الغلطانة بمعنى تشتري ولاقه يعني الحقيقة فكرة شراء الولاء دي في حد ذاتها من صميم السلوك النرجسي زي ما شرحنا في حلقات سابقة الحب عند النرجسيين علاقة تجارية لها تمن لأن النرجسي لا يعرف المشاعر لا يعرف ما هو الحب الحقيقي فالعلاقة عنده تجارية بفلوس أو بتمن سواء هو لازم يقبض التمن مؤدما عشان يعطي مقابله الفوتاتة العاطفية بشكل تمثيلي هو مش حسه أصلا أو هو يشتري سكوتكو على بلويه بالمقايدة بأنه هيعطيكم ما تريدون لو تركتو يفعل ما يريد أياتوا الضحية المخدوعة المساهمة في إزاء نفسك هذا ما تفعلينه أنت بتقبضي تمن سكوتك من واحد بإزيكي أكيد ده مش سلوك سوي لا نفسيا ولا دينيا داخل رابطة الزواج أمام الله تعالوا ناخد أمثال وقعية من الأخبار العالمية عن الخيانة وهل فعلا كانت الزوجة فيها هي الملامة والمقصرة ولا إيه الوضع معرفش تعرفوا ولا لا أحب أقولكو أن الأمير ويليام ابن تشارلز حفيد ملكة بريطانيا بيحاول ينفي إشاعة أنه بيخون الضوقة كيت مادلتن مع صحبتها الأنتيم وأن العلاقة دي بدأت وهي حامل في طفلهم الثالث فهل يا طرى البرنسيسة كيت مادلتن آيكونة الشياكة والستايل الحلوة المثقفة بنت الأصول اللي الناس كانت بتحقد على رشاقتها وجمالها وشياكتها وهي لسه أيمة من ولادة الثالث عائل وخرجة من باب المستشفى جوجل شكل الصور اللي سمحته ورجعت له بعد ما خانها هم مخطوبين يا طرى هذه المرأة تقدر تصلح إزاي من نفسها يا جماعة عشان سموه البرنس جوزها ما يبصش بره مادم كنتم مقتنعين أن الستات هي السبب إيلون ماسك عملاقة تكنولوجيا وتاني أغنى رجل في العالم مطلق ثلاث مرات غير اللي عايش معها ومخلف منها حاليا جيف بيزز مؤسس أمازن وأغنى رجل في العالم مراته طلقته مؤخرا بعد 25 سنة زواج بنت معاه فيهم حياته وشغله من الصفر من تحت الصفر كمان فكان جزائها أنه خانها وتفضح فضيحها بجلاجل وثبته أي نعم أصبحت أغنى مرأة في العالم بعد ما سو حقوقه من مادية لكن في نفس الوقت هي ضاعت حياتها في المكان الغلط هل الفلوس ممكن تعوضها عن الفضيحة وشعرها بالحصر على حياتها اللي رحت بيل جيلز تاني أغنى رجل في العالم وفي بعض الأحيان كان أغنى رجل في العالم مراته بتطلقه حاليا بعد 27 سنة زواجه وشراكة في العمل برضو ليه بدأ يتضح علاقته المريبة بجافري أبستين قواد المشاهير ومورد القاصرات السادجات للقصور والمنتجعات الرجل ده تقبض عليه وانتحر في السجن من سنتين وشركته حاليا تواجه محاكمة ستؤدي بها للسجن مدى الحياة هل زوجة بيل جيتس مش واخد بالها من نفسها ومنقع في المطبخ وطلبات العيال فمش عارفها تسعيده زي ما بيتقلل ستات طب بلاش كل دول داريك جاكسون مستشار علاقات أمريكي شهير بنى شهرته على تحذير الستات من الرجل الوضيع الخائن اللي بيتلاعب بيهم ويخون ثقاتهم فيه أخوكم الزق بالطيب زي ما بقولوكو دايما اتطلح انه ما شاء الله جاب معلوماته القيمة عن تجربة عملية لانه هو ذات نفسه هذا الرجل الوضيع الخائن كان بيستغل مراته اللي بقالها معه 12 سنة ويقذيها ويخونها بنفس التكنيك اللي بيحذر منه وبنفس طرق التلاعب النفسي اللي بيشرحها في حلقاته وكمان عارف يقنعها بعد ما الخيانة فضحته وفضحته بقى بجلاجل انها تعمل فيديوهات تسنده وتقول انها مسامحاها هو وكل الستات اللي عرفهم كل الستات مش واحدة بس كل الستات اللي عرفهم عليها وان اكيد ربنا غفار له لانه اعتذر وقدم لها قائمة بأسماء كل الستات اللي خانها معاها وبتعتبر ده دليل توبته مش تدريب جديد على تقبل خيانات اكبر زي ما هشرح كمان شوية وبعد ايام من انفجار الفضيحة بدأ يروج الكتاب جديد عن ايه ترى عن الخيانة الزوجية وكيفة تتخطى هزي المحنة وتحافظ على زواجك ايه رأيكم هل يعقل ان كل دول كناس مشاهير واغنية خانوا غصب عنهم او زوجاتهم هم الغلطنين عشان مش مالين عنهم هنفترض ايه بقى موصفات الست اللي تملى العين لو سمحتو يعني ادي انا بديتكو اجزامبل زي روحوا جوجل كده شوفوا الستات دول شكلهم ايه والسيفي بتاعهم شكلوا ايه وبيشتغلوا ايه بيعملوا ايه في الحياة وحد بقى يحاول يشرح لي ايه الغلطة اللي عندهم الست المفروض اللي من وجهة نظرنا احنا كعالم عرب يفوز تناس طبيعيين عاديين ما احناش مشاهير ولا حاجة ايه الست اللي تملى العين يا ترى هل المرأة لا قيمة لها في الزواج الا اللي يكونها مجرد جسد للمتعة لما الزوج يمل منه يرميه ويجيب جديد طب بلاش دول اغنية ومشاهير جاز المليارات جننته مش يمكن الناس العاديين وضعهم مختلف هقولكو تلاتة فقط من القصص الحقيقية اللي بتوصلني كل يوم من المتابعات من بلاد عربية مختلفة سواء في التعليقات تحت كل حلقة تقدروا تشوفوها بنفسكو او ساعات الناس بتبعاتلي رسائل خاصة عشان مش عايزين اسمهم يظهر مثلا هتلاقوا مئات مثلها في التعليقات ادي اول قصة واحدة بعتها بتقول ليه راجل متزوج ومرأة متزوجة يزنوا مع بعض مع ان كل واحد فيهم عنده الحلال في بيته بتشتكي انه جابها في قضة نومها مع العلم انها كانت بتحاول ترضيب كل الطرق تبع كلامها وهو من سنين مهملها بحجة انه كبر في السن على فكرة المشكلة دي متكررة قريط التعليق ده عند ناس كتير كذا حد قال نفس الكلام هي بتقول انها مش اقل اخرى المرأة الاخرى مش احلى الاصغر منها وفي نفس الوقت مش مراته فليه ما يكتفيش بمراته وهي تكتفي بجزها السيت التانية دي تكتفي بجزها وبتتساءل سؤال مؤلم الحقيقة هل دعيب فينا احنا المتخانين المغفلين هي كزوجة الخائن والزوج الخائنة هي بتقول على نفسهم هل يطرحنا المغفلين ما تحك علينا واحدة تانية بتقول لما اكتشفت سلوكه معاها لما اكتشفت سلوكه مع الست اللي بيخونها معاها ومع غيرها ستات كتير الست يعني قالت له ساعدني اعفك بالحلال او اتجوز لو انا مش او روح اتجوز لو انا مش مالي عينك وبتقول انها تتجنن مش عارفة بيعمل كده ليه وانها عملت له كل حاجة صنت عرضه وولاده ودبرت له اموره وكانت بتتمنى ارضاه يرضاه وبتصبر على هجره ليها وان هو طول الوقت بيقول كلام حل وصله وقرآن وهو غرقن في الزنا زي ما هي بتقول فعايزة تفهم ليه وبتقول انا هتجنن واحدة تانية بتقول بنتها المراهقة كانت في البيت وشافت وسمعت ابوها وهو مع عشقته في غرفة نوم امها وهي الام كانت فين؟ كانت خارج المنزل بتشتري احتياجات البيت لخدمته يعني الكلام ده حصل في عز الظهر طيب واحدة كمان بتقول بياخد ابنها الصغير معاه وهو رايح يقابل عشقته كنوع من التمويه وان ابنها قال لها وحكى لها الحكاية وقال لها ان هو يعرف الست مين وان هو فاهم كل حاجة وبيكره ابوه الستات اللي بتقول انا عاد عشان الولاد هزي القصص وده ليكم طيب ليه بيعمل كده نبدأ بقول احتمال انه فعلا عنده شهوة مبالغ فيها ومش عارف يكفي نفسه بزوجة واحدة بس سؤالي الصادم اللي لازم نوقف كلنا قدامه هل ده مبرر للزنا هنفترض معاك ايوها الخائن مراتك قليل عليك مش مكفيين مش بتسعدك هل الحل انك تروح تزني الاجابة هي لا طبعا اللي مش عاجبه مراده اما يحاول يحل مشاكله ويدخل ناس تساعده يجيب اهله واهله يروحوا يتعالجوا يروحوا المستشار علاقات زوجية عندها مشكلة نفسية تروح تحلها عندها وزن زاد تروح تخلق ايا كان يعني يشوفوا مشكلتهم فين ويتعاونوا على حلها مش هو يقعد يؤذيها ويسيطر عليها ويضربها ويجتمها عشان تحل مشكلتها محدش بيحل المشاكل بالإزاء انا بقولي يتعاونوا على حل المشكل ويصونوا بقى العهد مع ربنا لان اللي بيمضي عقد زواج ده ده حد مساق غليز امام الله بنص القرآن طب ما نفعش مفيش اصلاح الحل الزنا لا طبعا يطلقها ويتجاوز في الحلال فمفيش رخصة الزنا للرجل الزهقان من مراته او لعقاب الزوجة عشان مش مطيعة فهجيب لك وحدة بهدلة جيب لك دورة زي ما بيحصل او كوسيلة للترهيب يعني اللي بودت تخويف انه هو هيسيبها في اي وقت دي مش حلول دي جرائم نفسية وعاطفية لا يصح السكوت عليها ولا تبررها ولا تقبلها عند اي ناس عقلين واسوياء نفسيا واكيد لا يصح القاء اللوم على الزوجة على فواحش زوجها اللي بيرتكبها بكامل اختيار وقوال عقلية لو الزوج ده صارق لو الزوج ده نصاب لو الزوج ده مغتصب لو الزوج ده مدمن للمخدرات هنروح نقول لوم مراته انت اللي خلتي يدمن للمخدرات اشمعنا بالذات في الخيانة بنلوم حد اخر غير مرتكب الفاحشة هو ارتكبها باختيار وقوال عقلية الزوجة دي مش متجوزة طفل قاصر غير مسئول عن افعاله ولا مجنون ولا فاقد الاهلية وإلا لم يكن ليتم تزويجه محدش في الدنيا يقدر يجاوز واحد فاقد الاهلية ولا مجنون ولا قاصر صح من شروط الزواج ان يكون عنده اهلية فالستة المتجوزة راجل ما نفعش تحمل مسئوليته ومسئوليت افعاله هي مش متجوزة طفل وكمان في خطر محدش بيفكر فيه وهو خطر الامراض المنتقلة جنسيا اللي ممكن تتسبب في مضاعفات خطيرة صحية ونفسية للزوجة بدون اي ذم محدش بيفكر خالص في ده وهنا لازم اذكر نغمة التعدد المنتشرة في المجتمع حاليا كأنها امر ديني مثلا كأنه فرد مش هي مجرد رخصة في حالات محددة وبرضى وتفاهم الاطراف المعناية مش وسيلة للإذاء النفسي والعقاب العاطفي عشان تخويف الزوجة او عقابها او للترفيه عن رجل غير مسئول بيغير الستات زي ما بيغير جزمته وبيضربهم ببعض ويستمتع بالسيطرة عليهم زي ما شرحنا في سلسلة حلقات الإذاء وزي ما شرحنا الجانب الديني في لقائي مع الشيخ ياسر هذا السلوك منهي عنه صراحة في الدين الدين لا يبرر ولا يوافق على إذاء النساء والأطفال والقصر والخدم والضعفاء تحت أي زعم فالموضة دي في المجتمع فيه العبر مش من كتر التدايون يعني ولكن مجرد حجة واجهة للمتزوج اللي عينه زيغة يطلق شهوته في الستات بالدعاء اتباع السنة الحقيقة من باب أولى اتباع السنة في المعاملات كل يوم في حسن العشرة حسن معاملة الأهل واحترام الزوجة باعتبرها شريكة حياة مش مجرد شيء أو أداة مش مجرد باعتبرها أداة للخدمة والمتعة حل المشاكل المنزلية أمر ديني نشر الموضة الرحمة في البيت زي ما ربنا أمرنا ووصف الزواج بأنه موضة الرحمة اتقاء الله يعني اتقاء الله اتقاء غضب الله بالبعد عن كبيرة وفحشة الزنا فحشة ده وصف الزنا في القرآن نصا إنه كان فحشة حتى بمجرد النظر وده من نص الحديث برضو إن العين تزني وزنها النظر ولكن طبعا المجتمع النرجسي ملوش دعوة بالحقائق هو زي النرجسي بالظبط بيعيد رواية القصة من أي مشهد يعجبه بحيث يحصل على مصلحته ولو على حساب الضحار نفتكر مع بعض أحد أسباب الخيانة الفرق بين الحب وإدمان الحب وده شرحنا في حلقة منفصلة باختصار الحب هو أن شخص معين يملح حياتك لأنه مناسب ليك الشخص السوي نفسيا بيبحث عن الحب في شخص محدد مناسب له ويكتفي به ويسعد معه ويستثمر معه في بناء علاقة طويلة الأمد بتكبر كل يوم بتعاونهم مع بعض للحفاظ عليها بحل مشاكلهم وبالتفاهم وبالتواصل وبالمواد ده وبالرحمة وبالتواصل وبالتعاون في كل شيء في الحياة ده الحم ده شكل الحياة الطبيعية الحقيقية السويية شرحناه في حلقة مشاكل العلاقة السويية عشان فيه ناس كتير بتقول بتتكلموا عن المشاكل بس فين الحياة السعيدة في قائمة حلقات مهارات نفسية مهمة ووصف تفصيلي الفرق بين الحياة السعيدة والحياة المريضة الشخص بقى الواقع تحت تأثير نفسي سواء مشاكل نفسية أو سلوكية مش شايف الشخص الآخر في العلاقة خالص هو عايز الحالة نفسها لأنه بينتشي بالمشاعر بغض النظر هي مع مين بغض النظر الطرف التاني ده اللي هم بيعتبره مجرد وسيلة أو كومبارس في هذا السيناريو أهميته تنتهي لما ياخد منه اللي عايزه ويمل منه ويرميه ويبحث عن التجديد فإذن الفرق بين الحب وإدمان الحب إن إدمان الحب هو كوكتيل هرمونات متفجر عمل زي إدمان الكحول والمخدرات زي أي إدمان بعد شوية بعد شوية تأثيره بيقل ويختفي ويبقى المدمن عايز جرعة أكبر وفي هذه الحالة الطرف الآخر مش مهم المهم هو الإحساس الفوكس بتاع العلاقة دي الحصول على الوقود الإدماني ده فبالتالي الزوجة تأثيرها انتهى بعد شهر العسل أو بعد الحملة والولادة ويتم البحث عن مغامرة جديدة للحصول على جرعة الإدمان وهنا أفكركم إن في الدراسات النفسية والعلاقات إن في علامات كده محددة في الزواج غالباً بيحصل عندها المشاكل الزوجية أو الطلاق أو الخيانة من ضمنها بعد أول سنة زواج اللي هي لو الزوجة خلفت على طول ويبدأ تبقى الحجة هي أصلها لما خلفت اتشغلت بالعيال أو جسمها باز أو حاجات من هذا القبيل كما لو كان الزوج ما عليوش أي مسؤوليات في بناء هذه الأسرة وكما لو كان لما دخل زواج عشان يبني أسرة دول عيالهم مع بعض طيب دي أسباب الخيانة عموماً عند أي حد إيه الأسباب الخاصة بالنرجسيين بالذات وهل كلها نبعة من الشهوة فعلاً نفتكر مع بعض إن النرجسي عنده زي ما قلت ميول إدمانية لأي حاجة بتسبب الإدمان حتى إدمان العمل أي نوع من الإدمان وإحنا تكلمنا في حلقات سابقة عن إدمان تعدد العلقات إدمان الجنس إدمان المواقع الإباحية كل واحدة في دول حلقة منفصل فإذن ده مش بسبب الخيانة في الحالة دي مش بسبب فرط الفحولة أو الشهوة ده جايز يكون العكس جايز تكون الخيانة حيل الدفاع نفسي لنفي تهمة الضعف والدعاء الفحولة وبسبب الاستمتاع باستخدام المرأة والسيطرة عليها وإهانتها وبسبب إدمان هرمونات النشوة زي ما شرح نفتكر في حلقة إنرجسي كاره المرأة إنه بيعتبرها شيء مخصص للمتعة وللخدمة مش إنسان له مش يعرف الجنس للنسبة له وسيلة إخضاع وسيطرة وكسر إدراض أداد تعذيب يكتسب منها نشوة مريضة النرجسي معرفش يحب حلقات هل يحب النرجسي وما معنى أحبك عند النرجسي وحلقة تعدد العلاقات وحلقة حريم النرجسي فيها التفاصيل هو يعرف إن الستات عندهم حاجة هو عايزها بشدة وعارف إن عنده أساليب تلاعب يقدر يستعبطهم بها فياخد اللي عايزه ويجري ويرميهم النرجسيين زي ما عارفين محترفين تلاعب عاطفي ونفسي موجود في قائمة حلقات حيلة تلاعب النرجسي تروحوا تذكروها الناس اللي بتسمعنا الأول مرة بيستخدموا الحيل دي عشان يسيطروا على الضحية وكمان عشان يعملوا إدمان عند الضحية للعلاقة من ضمنها حيلة مرعبة هي تبادل السواب والعقاب البارد سخن زي ما بنقول يفتعلوا الصدام مهما كان مدمر للضحية عشان يحصلوا على لذة الصلح زي ما شرحنا في حلقة افتعال الخصام للحصول على لذة الصلح فدايما بعد الآزة يبقى فيه مرحلة رومانسية تلخبط الضحية وتفقدها الاتجاه وتخدر مشاعرها وتشككها في نفسها إن هي اللي كانت غلطة وظلمة فانتوا كده فهمتوا إزاي زوجة النرجسي ساعات بتضحك على نفسها وبتفضل في العلاقة وتتقبل الزنا والدار عليه والباقي المشروح في الحلقات اللي ذكرتها الانتقام والعقاب وإثبات السيطرة على الزوجة من ضمن السلوك النرجسي اللي كل النرجسي بيعمله هو بيحب جدا العلاقات ثلاثية الأطراف زي ما شرحنا في حيلة التريانجيوليشن إن لازم يبقى فيه طرف ثالث في العلاقة بيدربكوا ببعض ويخليكوا تغيروا من بعض وتقلقوا من بعض وتبقوا خايفين من بعض طول الوقت ويقف يتفرج ويستمتع بالنشوة إنكم بتتخنقوا عليه ده الوقود النرجسي اللي أي نرجسي بيقتات عليه لازم يفضل طول الوقت محسسكم بالتهديد من عدو خفي بيجري وراه عشان يخطفوا منكم إنكم لازم تدفعوا عن نفسكم وتتمسكوا بي وتحاربوا الطرف الثالث الخفي ده حتى الموت وهو كده يبقى في قمة السعادة بعد ما خلق الحرب دي لذلك ما تستغربوش إنه ييجي يكشف لكو خيانته بنفسه مع تمثيلية إن دي توبة وتطهر من الزم ارجعوا لحلقة هل يعتذر النرجسي وحلقة دورة لاستغلال النرجسي عشان تفهموا وضع الحيلة دي عبارة عن إيه وحلقة كيف يدربك النرجسي على تقبل خيانته وزي ما شفنا عملي بعيننا في قصة داريك جاكسون الحقيقة إنه لما راح أقدم لمراته قائمة بكل الستات اللي خانها معاهم هو كسر حاجز المواجهة وأصبح حيخون بعلمها وفي النور وبدون أي اعتراض مادامة هي بتبرر له وتدفع عنه عشان ما تتجننش كل هذا التلاعب بيخليكوا تركزوا كل تفكركوا وطاقتكم في حياة النرجسي في مراقبة النرجسي في محاولة حماية نفسكم من النرجسي في محاولة اتقاء غضب النرجسي في محاولة شراء رضا النرجسي حسن يسيبكوا يروح يخونكوا وتنسوا بقى حياتكوا وأهلكوا وصحابكوا واهتماماتكوا حتى عبادة ربنا بعضكوا قال إنه نسيها وبطلها تحت هذا التأثير فتتحولوا لشيء لامتداد لهذا الشخص يدور في فلكه وحياته واهتماماته واحتياجاته وشهواته وده من أهداف النرجسي في تطوعكوا زي ما شرحنا كتير قبل كده لذلك مش هبطل أحذر بشدة وبتكرار يا جماعة يا بنات ويا ستات اللي لسه على البر ما تكذبوش إحساسكوا ما تتجاهلوش علامات الخطر ما تبرروش للمتلاعب وللمتعدد العلاقات وللخاين ما تتخيلوش إن كل حاجة هتتغير أو تتصلح بعد الجواز لأن ده من أنماط التفكير السلبي اللي شرحناها في الحلقة السابقة اوعوا تتحكوا على نفسكوا وتتحولوا لجزء من الخداع مفيش حد بيتصلح بأخطاء ضخمة زي تعدد العلاقات الستات المختلفات وفجأة بعد الزواج حيتحول لملاك انسوا بقى قصة الأفلام دي وارجعوا لحلقة الدراما وترويج النرجسية تفهموا ليه أنتم مقتنعين بالفكرة الغريبة دي وجدت لكم منين وحاولوا تصلحوا هذا الأذى وإيه وعيد صدقي الحيلة الكلاسيكية بتاعت متجاوزة بس ما بحبهاش ومش طيقها وأهلي جاوزوني غصب عني وأصلي خلفت غصب عني وعايش معها غصب عني أنه هو مش بنت هو راجل هو من حقه لو مراته مش عاجبة يطلقها فأنت بتسقتي حسن نيتك عليه بتسقتي مفاهيمك كامراءة في هذا المجتمع عليه أن أن أنت ممكن تجبري على الزواج وتضطري تفضلي مع زوج ومش عايزك فمتخيلة أن في راجل ممكن يقع تحت هذا التأثير تتحكي على نفسك أنت عبيطة مفيش حاجة كده الراجل في إيده هو يمشي من العلاقة ومش عاجبه مفيش حاجة اسمها أهله أجبره يخلف في راجل في الدنيا يخلف غصب عنه إيه هو وتتحكوا عن نفسك بهذا الغباء أنا أسفة يعني في الكلمة بس يعني بجد شيء محزن ومؤذي أن حد يكون عايش في القرن الواحد وعشرين ومتعلم ومثقف وخريج وبيشتغل ولسه سذكته الداخلية كأنه طفل لسه ما طلعش من البيضة يرجعوا لحلقة السذجة المفرطة وحلقة المثالية المفرطة وشوفوا لو تربيتوا بهذه الأشكال حاولوا أن أنتوا تتفادوا هذا التأثير مش بقول أن المثالية وحشة ولسه سذجة وحشة بس الإفراط بيوديكوا في دهية فاخدوا بالكم النفسوك سبب كمان غير الشهوة إشباع رغبته في التميز والتفرد وإرضاء ذاته المتضخمة لأنه شايف نفسه هبة السماء للبشرية مبروك عليكم أنا ومحتاج يثبت كل يوم أنه هو مرغوب وأنه ما فيش منه اتنين وأنه كل ستات الكوكب بتحلم بيه بتتخاني عليه وبتجري وراه خصوصا لو كبر في السن أو شكله وجسمه فقط جاذبيته بزيادة الوزن أو السن فإما هو هيكمل يلعب الجيم ده إما هيقعد يستخدم الفكرة دي دايما في إرعاب الزوجة أنه هو خلاص قرى بيسبل أن كل ستات تجري وراه ده وفي نفس الوقت هو ثقته في نفسه هشة عكس ما بيظهر للناس فمحتاج دليل مدي طول الوقت أنه ما زال راجل متفوق ومسيطر لأنه بيستمد ثقته في نفسه من شعوره بالسيطرة وحصوله على الوقود النرجسي من الضحايا زي ما شرحنا كتير فيه كمان مشكلة إنعدام التعاطف عن النرجسيين لأنه ما بيعرفش عن إيه حب وارتباط طويل قامت في الزواج كل دي شكليات بالنسبة له أهميتها تنحصر في فايدتها ليه فيه كمان صفة نرجسيين أنه بيميل بسرعة وعنده احتياج عارم للتغيير والتجديد بأي تمن لأنه مش مرتبط عاطفيا بجد زي الشخص الطبيعي فبيبقى عامل زي ما يكون رايح المول يعمل شوپنج كأنه بيتفسح ويرفع عن نفسه ومش حاسس خالص بالتدمير اللي بيسببه وإحنا شرحنا قبل كده في بعض الحلقات بوضوح إن النرجسي أول ما بيحصل على الفريسة هو بالنسبة له وكمة الناشوة في المطاردة في مرحلة المطاردة إن هو يعود يلعب جيم كده ويعمل تكتيكات عشان يوقع الفريس وقع الفريس حصل عليها خلاص فقدت كميتها مش عارف يعمل بيها إيه بعد كده فعند النرجسي المرحلة اللي بتيجي بعد كده هي مرحلة الإلقاء والتخلي زي ما شرحنا في حلقة دورة الاستغلال النرجسي ويبدأ الجيم من جديد يعمل ريستارت فإيه وعي تتحكي على نفسك تاني ايه وعي تتحكي على نفسك تتخيلين ده هينتهي بعد الجواز طيب طبعا زي ما شفنا من قصص المشاهير فيه نرجسية مكتسبة زي ما شرحناه في حلقة النرجسية المكتسبة بتيجي بعد الشهرة والغنى الشديد ممكن يكون الشخص قبل كده ما كانش نرجسي ويجي له نرجسية مكتسبة بعد ما يتشهر ويمسك منصب فمن خلال الوضع ده تعدد العلاقات بيبقى كأنه ميزة اكتسبها لما ارتقى اجتماعيا لأنه أصبح جاذب للستات بفلوسه ومنصبه بغض النظر عن شكله وشخصيته اللي هي في العلاقات العادية فيعني عايزاكوا تصدقوا تماما أن القديس لما يلاقي ستات بتترمى عليه كل يوم وما عندهمش مانع عشان هو معه فلوس أو عنده منصب لو ما عندهش مبادئ ومش خايف من ربنا مش هيرفق تجارة فلذلك لازم التأني تماما في اختيار الزوج على قصص واضحة غير المناظر والفلوس فقط ولما أي إنسان يلاقي نفسه في علاقة مؤزية بتسبب له أذى نفسي وبدني شديد في اختيار ربنا حلله اسمه الطلاق بعد استنفاذ جميع الوسائل للإصلاح أنا مش بقوله اللي هتتخنق إخناها تقوله طلقني أنا بتكلم على استنفاذ وسائل الإصلاح تماما وما فيش أي طريقة أخرى المجتمع بيحرم الطلاق أكتر ما بيحرم الزنا يا جماعة الزنا وهو فاحشة علينا أن نفهم ونستوعب ذلك وبشكر القراءة اللي ذكرت هذا التعبير في أحد التعليقات لازم أنسيب لها الفضل إن هي قالت الجملة القوية قوي دي ارجعوا الحلقة السابقة عن اختيار الطلاق عبارة عن إيه وتابعاته إيه ومسئولياته إيه للإنسان اللي ينقى نفسه في علاقة نارجسية ومش عارف يطلع منها إلا بهذا الاختيار فلذلك لازم زي ما قلت التقني في اختيار الزوج على أسس واضحة غير المناظر والفلوس ولا حتى التدين الشكلي اللي ممكن يستخدم كواجهة وأدال الخداع زي ما بنشوف إن فيه رجال دين من كل دين حول العالم متحرشين مثلاً سواء بالنساء أو الأطفال فلازم الدين يتحول لتطبيق حقيقي في الأخلاق والمعاملات مش مجرد شكل ملابس خارجية وشوية كلام محفوظ بيتردد كجزء من دوره في الفيلم في السيناريو ارجعوا لحلقات النرجسي والدراما فيها الشرح طبعاً التربية في مجتمع النرجسي أحد المشاكل الكبيرة لإنها بتبرر وتقنن وتطبع الخيانة للرجال مع تحرمها عن النساء طبعاً كما لو كان فيه دين رجالي ودين حريمي واحد فيه ومسموح له بالفواحش ونعذره فيها ويرفع عنه العقاب لمجرد نوعه لمجرد أن ربنا خلقه ذكر ونوع آخر العكسي وشدد عليه العذاب والعقاب لمجرد نوعه عشان ربنا خلقه وأنس مفيش حاجة اسمها كده الفحشة فحشة على الرجل والمرأة في كل دين فلذلك قبول الزنا والسكوت عليه وتبريره مش سبب لدخولك الجنة أياتها المخدوعة أنا معرفش جابه لنا الفكرة دي منين ونبدأ نسمع جمع الغرائبية من نوعية وبيضربني وبيخني وبيشتمني بس إحناين وبيحبني وبيتطقي ربنا معرفش إزاي فأرجوكم تابهوا للمجموعات النسائية الجروبات النسائية أونلاين اللي كتير منها سواء بأصد أو بغير أصد بترسخ هذا الفكر وبتساعد في تقبله وانتشاره وبتمارس حيلة الجاسلايتينج الشعلالة على الستات زي الشخص النرجيسي المؤذي اللي بيأذيها بالضبط وبتشككها في نفسها وتجبرها على تقبل الأذى وتلومها عليه كمان باعتبارها تسببت فيه وتستهله الحقيقة أن ما حدش بيكبر حد حر بالغ عاقل مسؤول على الفوحش وما فيش حد بيضل حد غصب عنه واللي بيزني بيزني باختياره وكامل قوال عقلية مهما حاول يكذب بعد كده عشان يبرق نفسه فلازم نفهم أنه قانونياً ودينياً ليس هناك أي مبرر لأن يخون الزوج خارج إطار الزواج وخيانة كاملة مش بتكلم على تشات على الإنترنت بتكلم على الزنا مفيش مبرر ومفيش تبرير لهذه الفحشة وهذا الخطأ الجسيم ولازم نفهم أننا لو سلمنا عقلنا الشخص أضلنا عن طريق الحق وتسبب في ارتكابنا أخطاء جسيمة أو معاصي سواء في حق نفسك أو حق الآخرين فرغم أن هذا الشخص المضل هو السبب موافقين فأنت ما زلت مسؤول ومحاسب مثله تماماً لأنك تستطيع رفض الانسياق حوله أو بعد الشخص المؤذي صح؟ ولكنك اخترت الموافق فكون المضل يتحمل زنب إضلالك ده مش هيحميك من زنب اختيارك الخطأ لأنك عملته بكامل قواك العقلية فكرة بديهية ولكنها تائهة أو متجاهلة من معظم الناس متخيلين أن المضل يتحمل زنب الإضلال وحده ويرفع العقاب عماً اتبعوه لكن هذا الكلام خاطئ بنص القرآن ولما تدوروها هتلاقوه أنا كتبت بوست تفصيلي في هذا الموضوع تقدروا ترجعوا للأدلة فيه فالحجج الكلاسيكية لتبرئة المعتدي مش هتنفع هي اللي استفزته يضربها أو يتحرش بها ويغتصبها هي اللي مش مال يعينه فلازم يبص بره ويزني خارج الزواج هي اللي خطفته من مراته وعياله أصله طفر صغير دحكت عليه بشوكولاته أمه معرفتش تربيه عشان كده إيده طويلة ولسانه طويل كما لو كان فقد السيطرة أو مجنون هنفترض فعلاً واحدة استفزتك أو واحدة أغوتك أو واحدة أهملتك أو واحدة معرفتش تربيك أنت فين كرجل بالغ عقل راشد مسؤول عن نفسك وعن أفعالك وعن غيرك فين عقلك وشخصيتك وسيطرتك على نفسك ليه سايب نفسه للنقيات بهذا الشكل ليه لا يكتهد في رفض الخطأ والمعصي والفواحش وإرضاء ربنا ياريتني لاي إجابة على الأسئلة دي حلقات أشكال الإيزاء النرجسي فيها التفاصيل فالحقيقة هي أن مهما قدمنا من عطاية وتنزلات وحب ومسندة وتلبيط طلبات ورغبات لا يمكن حد يتغير إلا لو كان هو نفسه عايز يتغير وبياخد خطوات جدية في طريق التغيير وهيصبر لحد ما يتغير فعلاً لأن التغيير صعب فاللي يقول لك صبور يا علي غرأي حب وحنان أكليه كل يوم لازة وطاب اغريه رقصيله دلعيه خصميه اهمليه حصريه اعمليه عمليات تجميل لذائي شعره وحواجبه دوافر والموش صناعي والبسي باركات اتشق ليه بيوقف على دماغك الحقيقة أن الخين هيفضل خين والبارد هيفضل بارد والهربان المسئولية هيفضل هربان إلى أن يقرر هو بنفسه أنه عايز يتغير ويبدأ ينفس فعلاً مش مجرد كلمتين في الهوى وهيعمل ده سواء بوجودك في حياته أو لا هيعمل ده سواء بمسندتك أو بدونها وجودك في مرحلة التغيير ليس ضرورة للشخص الذي أراد أن يتغير لأنه بيعمل ده يرضي ربنا مش بيعمل ده عشان يطيعك مفيش حد بيغير شخص بالغ عاقل إلا بقردته مفيش دين يعضر المتزاوج في الزنا لأن مراته مش مالي عينه أو مقصرة من وجهة نظره وإلا كان من حقها نفس الحجك فيه ست ينفع تروح تزني وهي متجوزة وبعنده قوله تعلم ترقص لي أو كرشك وصلايتك مش عاكبيني أو اعتبرها نزوة واتعدي وأنا بحبك أنت ومش هروح لحد تاني بعدين وبعدين لما يشتك أصحابه يقول له ده عيلها وصبر واحتسب واستحمل عشان العيال هل ده مقبول أخلاقيا ودينيا واجتماعيا لو مش مقبول من طرف لا يقبل من التاني لأن ما فيش دين رجالي ودين حريمي واللي مش عاجبه مراته يطلقها ويتجاوز في الحلال ما فيش اختيار في الدين اسمه رخصة الزنا لرجل الزهقان من مراته وما فيش دين بيلوم حد على فواحش وكبائر حد تاني عملها مختار بكامل قوال عقلية لأنه لو راشد ومسؤول عن أفعاله وكامل الأهلية فما ينفعش حد يتحمل عنه مشاكل فياريت تمتنع عن المشاركة في الجريمة بالتشجيع على قبولها وتطبيعها وتبررها الجهل لابدنها وبالقانون وبالقواعد الاجتماعية القوية السليمة وبالمشاكل النفسية تروح تذاكر وتفهم قبل ما تنصح غيرها بجهل وتضرها وتتحمل وزرها أرجوكوا قوم وترديد المحفوظات الاجتماعية السمة اللي بتبرر كبيرة الزنة كأنها حاجة عادية أو حق من حقوق الرجال مع تجاول تام لحدود الله ومحرماته والحقوق الزوجة وصحتها الجسمانية والنفسية والحقوق الصحية للزوجة علشان تحمي نفسها من الأمراض المنتقلة جنسيا بينها وبين ولادها وحقوق الأطفال اللي هتربوا في بيت نجس في أب زاني وأمه تستر عليه وبتبرر له وتدعي نضاف مصلحتهم خايفة من ناس أكتر من خوفة من عقاب الله فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين مستحمل عشان الولاد؟ حجة ملاش أي أساس أخلاقي ولا ديني ولا نفسي مفيش مبرر لتقبل الزنة في بيتك والتسطر عليه والدفاع عنه إلا تعرضك أنت نفسك لتشوه نفسي تحت التلاعب محتاجة تعالج أولادك اللي هيتربوا في بيت في فواحش مش هشكروكي إن أنت استحملتي عشانهم إنهم هيكونوا أول المتضررين زي ما شرحنا بالتفصيل في حلقات الطلق من نرجسي وحلقات بنت النرجسي والأب النرجسي ياريت ترجعوا لهم وتشوف التعليقات تحتيهم بقصص الناس الواقعية أولادكو هيلوموكو لما يجبروا زي ما كتير منكو قالولنا في التعليقات لأن من حقهم حياة سوية نظيفة خالية من السموم النفسية والعاطفية والدينية أنا قلت اللي يرضي ضميري وكل واحدة هيقابل ربنا لوحده بأعماله واختياراته وقراراته ربنا يهدينا جميعا لما فيه رضا قوائم الحلقات المتعلقة على الشاشة دلوقتي وكمان في وصف الفيديو ده وكل الفيديوهات على القناة الحلقات المتعلقة وقوائم الحلقات المتعلقة بفكركم أن أنا مش متخصصة نفسية وما بعلكش وما ديش استشارات وأن الهدف الوحيد من هذه الحلقات هو التوعية المجانية عشان نخلص من هذه الأوبئة النفسية والاجتماعية شكركم جزيلا شوفكم الحلقة الجايهة إن شاء الله